أحسنتين، هل تستطيعون في الدكتور الهدفة في الشهد لحصولنا اليوم هو رقم الانجل اكتباً لكي تشكرينا على مدينة لكي تشكرينا و لا تتوقع لتشكري المنزل لتصبح نتفاق المجتمع لحصولنا هي أولاً كيف تنظر رقم الانجل أولاً كيف تنظر إذا كان رقم الانجل أو لا و الأخير كيف تنقل مرحلة صحية أعزائي الطلاب بعد ما تعرفنا بالإنجاج على بعض الصور الواقعية اللي بتدل على الرايت أنجل مثل الشباك الكورسي شفنا فيهن كيف بيكون شكل الرايت أنجل هلأ بدنا نيجي بالماثماتيكس نتعرف على الرايت أنجل شو المقصود فيها الماثماتيكس لنبدأ بدافع الرايت أنجل الرايت أنجل when two straight lines intersect each other at 90 degree so when two straight lines intersect each other at 90 degree they form the right angle هون بتتشكل عندي الرايت أنجل سو لما أنا يكون عندي خطين بلتقب بعض على زاوية 90 هون عندي بتتشكل الرايت أنجل الرايت أنجل is represented by the symbol ومنرمز للرايت أنجل بسيمبول ال لأنا فينا أنا عم بكتب أي إكويشن أو أنا عم بكتب تتعلق بالرايت أنجل فينا أكتب هالسيمبول ال هو بدل على الرايت أنجل سو اللي بهمني أنتو تعرفوا مش السيمبول أكيد بهمني تعرفوا أنه تعريف الرايت أنجل لما خطين يلتقب بعض ويشكله زاوية 90 أوكي؟ تمام الآن سات سكوير شو المقصود بالسات سكوير؟ أو شو تعريف هالسات سكوير؟ أوكي is a plastic or metal shape that is shaped like a triangle and used for drawing straight lines and angles طبعاً اللي أنا بهمني هون تعرفوا أنا ليش عم بحكي على السات سكوير؟ السات سكوير هي عبارة عن قطعة بلاستيك أو متال شاب تشوفوها بالمقالم الهندس اللي بتكون معاكو أحياناً بتكون بلاستيك وأحياناً بتكون معدنية وهي شكلة بيشبه لتريانجل متل ما انتو شايفين شكلة بيشبه لتريانجل إحنا منستعمله لنرسم والأهم لنرسم يعني أنا هلأ بس ده أرسم الرايت أنجل شو هستعمل يا حلوين؟ very good يا علي هستعمل سات سكوير سو لما أنا هقرسم الرايت أنجل هستعمل السات سكوير لهيك كان من الضروري نتعرف على السات سكوير قبل ما نتعلم كيف هنستعملها خلال رسمنا للأنجلز وخصوصي الرايت أنجل ناو ناو شاك وذر اف ده أنجل از رايت أنجل او نط اوكي سو عندي ثري أنجلز ننتأكد من كل أنجل إذا هي رايت أنجل او لا طبعا لنعرف إذا هي رايت أنجل او لا شو هنستعمل تقدر أفضل سو هنحط السات سكوير سو هنحط السات سكوير هنحط السات سكوير كما هذه ونرى إذاπل هي رايت أنجل او لا سو باهب سود او فرست أنجل حطينا السات سكوير بنلاحظ انه السات سكوير طلعت عن الانجل يعني بتلاحظوا انه الانجل اصغر من طبعا ليش بستعمل الستسكوير ليه ما قلت مسلا اه انا رولر مسلا ليش قلت ساتسكوير برافو باري جود لانه قلنا نستعملها لنرسم الرايت انجل فهي بتمثل رايت انجل متل ما انتم شايفين عندها اه خطين مستخمين بمثلو رايت انجل فاذا انا لقدر اعرف اذا هالانجل هي رايت او نت حستعمل شي اسمه ساتسكوير اوكي حطينا الساتسكوير باري جود بعد ما حطيت الساتسكوير بيان معي انه الانجل اصغر من الساتسكوير يعني this angle is less than 90 ديجري خلينا نرجع نحط الساتسكوير على second angle حطينا الساتسكوير على السكند انجل لاحظنا انه الساتسكوير بس حطينا على السكند انجل طلعت الانجل اكبر من الساتسكوير تمام سو لما طلعت الانجل اكبر من الساتسكوير يعني هالانجل هي اكبر من 90 ديجري فهل بتكون هي رايت دي انجل بري جود اكيد نو so this angle is not a 90 ديجري اوكي طب ازا بنا نحط الساتسكوير على ثيرد انجل برافو سو ازا بتلاحظ بس حطينا الساتسكوير على اخر انجل بيان معي انه هي رايت انجل لاحظتم كيف مع السيرفس تعاون مع تعاون الساتسكوير سو منلاحظ انه هالانجل هي رايت انجل so this angle is a right angle since this angle is equal to 90 ديجري so this angle is a right angle and is equal to 90 ديجري any question okay great now how to draw a right angle by using the set square. steps of drawing a right angle. so عندي straight line. first step. put the right angle of the set square which is 90 degree on the edge of the straight line. so منحط ال set square ال edge طبع ال set square اللي هي عبارة عن 90 degree على ال straight line. okay. stop two. draw another line on the second edge of the set square. so هلا عال second edge طبع ال set square حنرسم straight line. so like this. so لحظوا شو عملنا. جبنا البنسل رسمنا straight line عال second edge لل set square. so اول ايش انا بكون عندي straight line. بحط اه ال edge طبع ال set square حنما هي بتمثل ال 90 degree بحطه على اه ال straight line. بعدين صارت انا عندي محطوط ال set square ع ال straight line. اه يعني اه اج يعني طرف من هال set square محطوط عخط. وطرف التاني ما عنده خط ما عليه خط. فعالطرف المعلي خط واللي هو ال second edge. منحط شو? منجيب الم بنسل المرصاص ومنرسم straight line لحتى تطلع معي right angle. هلا منلاحظ finally we have a right angle. so لحظنا انه بالاخير صار عندي right angle. خلينا نحيل another example. عندها ال straight line. so first step حتكون. very good. put the right angle of the set square. put the right angle of the set square which is 90 degree on the edge of the straight line. so حطينا هال set square على straight line. صار edge يعني طرف من هال set square محطوط على straight line. الطرف التاني بتلاحظ ما عليه خط. يعني لازم نرسم عليه خط. so step two. draw another line on the second edge of the set square. so هون حنرسم another line on the second edge of the set square. so هون رسمنا الخط التاني مع set square. finally we have a right angle. بالاخير طلع عندي right angle. so هون منكون عملنا two examples عن كيفية رسمية right angle. ومنكون تعرفنا على definition of right angle. شو هي set square. كيف من ايس اه منتأكد من angle ازا هي right angle او لا. ومنتاخير ايش اتعلمنا كيف نرسم a right angle. وهلأ المطلوب منكم ترجع على ال الابورات في عني هيك نشاط صغير. آآ بخصوص ال right angle بتمنى تنفذو تبعطول اياتو فيا واتساب عرقمي اللي هو معاكو هو. وعنا واركشيت بتعلق بالright angle بتمنى تحلوها وتزودوني باجاباتكم. يعطيكو الف عافي. باي باي. if you like this lesson make sure to subscribe to our channel for more and don't forget to click the bell to get all the updates.